أكمل كلامي مع حضراتكم خلالنا نروح لكابتن أحمد كوشري في ليبيا ولكن واحد من النجوم الكبار للنادي الأهلي وأيضا مدير فني لعديد من الأندية كابتن كوشري تحيات طبعا كابتن اللي موجودين معنا كلهم لحضرتك ده أولا ثانيا يعني رأيك في المدرب المصري ما بين الإقالة والاستقالة خلال بداية الدورة أو من بداية الدورة حبيبا كابتن إسلام بمشي عليك وتحيات المجموعة الكبيرة الجميلة الموجودة معك كابتن محمد حكيش والصدر بأسلام صلتوت بيبقى كابتن كوشري كابتن عبدالقاصر وأبو علي يعني أنت مجمع الحباية كلهم حبيبا ربنا خليك حبيبا كابتن حكيش تفضل يا كابتن كوشري طبعا أنا عايزة كلمة ببضل بخلط تتكلموا فيها كابتن كوشري قبل أنها يعني يعني عنيت من الموضوع ده أنا خدت الرخصة الثي والدي أول بوريتين في مصر اتعامل لأنا خدتهم كنت ماسك منتخب جبوتي جبوتي وبعدين خدت الرخصة من عشر سنين يعني أنا أخي ده من عشر سنين من ألفين واربع عشر سنين من ألفين واربع تاشر ومع ذلك كان بيجيلي أمبية في دول أسيا ولكن كانوا بيشتركوا أن تأخذ الرخصة كبيرة ومن أنا عدت 45 يوم من الساعة 8 الصبح الحد للساعة 4 كل يوم فأحضر الدورة دي فدورة كبيرة وعدد صحة كبيرة إلا أنه هي لازم لي معادلة من الساعة ده اللي تكلم عني على فكرة بيجيلي في التعامل أتفضل أكب تكوش ده أتصني في بعض الأنبياء اللي جات فيه كانوا بتطلوب أحياناً الرخصة فكان بيطلب معادلة وأنا بقالي فترة يعني بس عندي بس مش معقول دولة بحجن مصر يا كابتن تسلام إن ما يبقاش عندنا يعني معقول عندنا الرخصة الأفريقية اللي هو الاتحاد الأفريقيا عندنا وإطلع أخذها مثلاً من الإمارات ولا من العراق ولا أخذها من أمان يعني مصر يعني أو أفريقيا فيها بلدنا كبيرة فطبعاً دي أنا لسه الفترة اللي خاتت دي بس عندنا ما أطلع أوروبا أخذها من الدولة أخذ الإيه هناك عشان دي عشان تفتح ليك مجال أكتر في دول أكتر من ضمن الحاجات اللي كابتن حساب بدل وافق يروح فيها الزوراء إنه ياخد الرخصة من أسيا يعني بقالي عشر سنين بدرب عشر سنين بدرب طرق يعني يعني معيك للرخصة بص أبو عالي أنا بيقولي في النقطة نفس النقطة تقريباً اللي أنت بتقولها أنا كابتن كجر على فكرة أنا كنت محضر كابتن كجر كان بنسبة لي كمثال كنت أتكلم في ملفات كتير خاصة به لكن أنا بتكلم أني كابتن حساب بدل من ضمن الشروط اللي خليته يوافق يدرب الزوراء أو كابتن حمزة الجمل في النجاة دون المزاة يعني أو الحاجات اللي خليته أو المزاة أو الحاجات اللي خليته وافق إنه هياخد الرخصة من أسيا من أسيا ويقدر يشتغل بها في أوروبا بسهولة ويشتغل في كل الأندية الأسوائية في أسيا يقدر يشتغل لكن الأفريقية لا يستطيع أسيا وأوروبا يشتغل في أي حتة في أي حتة أسيا أوروبا في أي حتة المشكلة في بتاعي مش فضيلة فده طبعا بيأخر جداً الكرة المصرية بيأخر المدرب المصري بيخليش ليك تواجد لاي في كل بلدي يعني أنا متواجد حالياً في ليبيا المدربين اللي التوانسة منتشرين هنا في ليبيا ومنتشرين في الخليل عشان معهم الرخص دي استمعاكش الرخص دي فده مشكلة برضو بتخلي المدرب المصري ما بيخرجش وما بيتطورش وبيخدش في الخبرات فطبعا يعني يسأل فيها عندك حل لهذه المشكلة تقدر تقوله لنا يا كابتن كشري قبل ما نقفل؟ والله طبعا أن يتعامل إحجاز الاتحاد المصري يعمل لنا دورة معترف بيها ويبقى خص بينه بالمدربات الأخرى يعني يتبقى الشيطة جايب يعني خبرة هنا أفاركة ومس معترف بيهم يعني أنا أجزان بيه مثلا مصريك أنت أنا بأخذ الدورات بيه أنا أخذها وأنا أبضرب منتخب تقوص متعيفة يعني فطبعا لازم الاتحاد البصري يعمل ربط مع الاتحاد الدولي أنه يبقى عنده دورة معتمدة من الاتحاد الدولي هذه لازم تتحسن فقط عندهم الاتحاد الليبي في إنطلاق الدولي منزم وأكيد عنده أنتحاد أعايز أعرف رأيك برضو يا كابتن كوشري فيما يخص المدرب المصري ما بين الإقالة والإستقالة قبل بداية الدورة أو النهاردة كان انطلاق الدولي العام يعني كابتن حشيش وكابتن عبد الناصر والكل الحقيقة أجمع على أن وكلاء اللاعبين والمدربين بيبقى لهم دور كبير جدا في هذا الأمر والله الكلام يعني طبعا كلام مصدوط انت عارف النهاردة يعني أنا اللي خلاني مثلا أخرج وتتكلم كابتن عبد الناصر والمدربين كثيرين تخرج لأن الأمور بقى بتدار بطريقة مستير يعني كلاء النهاردة بقى فيه وكلاء لعبين مسيطرين على النادي وعلى رجل النادي وعلى رجل النادي في ذكر أسماء لا مسيطر يعني هو كل حاجة ما فيه رأى سائن ده بيخلص صفقات في مكاتب اللوقع الكلام ده مش طويس يعني الكلام ده بيأخر الكرة المصرية وتمان بحثة انتقالة أو النهاردة ما فيش معايير لاختيار المدرب فبالتالي ما فيش معايير لان انت تخليه في النادي او تمشيه تبص لها مدرب تشغال معاك ماشي طويس بتقيله بقى مشش على الهوات بتقيله ومدرب تاني ممكن نتاجه طويسة يستمر معاك وتلاقي مدرب بيخرج من النادي ممكن ما يكونش نجح فيه تتلاقي راح نادي أكبر ما عندناش معايير انا نفسي يبقوا زي الدول اللي سبقتنا المغرب انا شايف ان المغرب سبقتنا في التنظيم وفي اسلوبهم في ادارة الملف بتاعهم على التطوى الدوري يعني يبقى فيه مدرب مدرب واحد بس من خارج النادي يعني انت لو جبت مدرب ومش من عندك ملكشة لمدرب تاني عشان تقدر ان انت اللوائح والقوانين اللي كابتن عبدالناصر اتكلم عنه انا بشكرك جدا يا كابتن كوشري على وجودك معنا نجمة كبير كابتن احمد كوشري والحياء برضو في اطار هذا الامر وحد في اطار هذا الامر عشان Someone